المهاردة منتكلم عن الرومانسية أخبار الرومانسية إيه لي ومن دوليا سابي من وجهة نظرك؟ والله هي هتضربت تي مش غريبة لا والله يعني كل واحد بيبقى مستني من الطرف التاني رد فعل معين ما بيلاقهوش بتبقى خلاص خربت ما بقاش فيه ودايما هتلاقي مثلا لو الراجل رومانسي معه الست الغلط ولو السته رومانسية معه الراجل الغلط يا سلايا يعني لا يمكن اتنين يبقوا رومانسي مع بعض آه وديه اللي عامل مشاكل وفجوة ما بين الناس وبعضها طب ايه أكتر الأبراج رومانسية يا سلايا في الرجالة حاجة وفي الستات حاجة خلينا نقول إن في الستات أكتر رومانسية ستة الحوط رومانسية ستة الأسد ستة الجدي فيه بقى أبراج تانية على حسب مودها يعني الجوزاء على حسب المود إيه يعني لو هي الحياة حلوة وكويسة هتلاقيها الموضوع لطيف لكن ما تجيش وأنا متضايقة وعايزني أبقى رومانسية مش بدوس على زرائر آه أوكي؟ بتبع عملية أكتر يعني؟ هي شغلها رقم واحد واثنين وثلاثة آه وستة التور وستة الميزان آه فيه أبراج تانية بقى بتحسبها يعني بتعرف تتغير آه على حسب هي محتاجة إيه من الشخص اللي قدامها أوكي؟ آه فبيعرفوا يدوسوا على الزرائر آه لا اللي بزرائر دول يتعبوا قوي في حياتهم؟ بالعكس دول هما دول اللي بينجاحوا لأن هما عارفين هما عايزين إيه عندهم هدف؟ بيعرفوا النهاردة دلوقتي أنا عايزة منك حاجة معينة أنت دلوقتي راجل وأنا ست عايزة منك حاجة معينة أبقى رومانسية عشان ده أبقى لزيزة معاك بس ما بيعني بس بتكشف بعض شوي بزبط آه لأنه ده ببقى إحساس صادق برضو هي بتبقى لبسها مصك آه